مذو بداياتي في رواية القصص وحكاية القصص العديد من التعليقات والرسائل نشوفها تطلب مني حكاية قصة الموكرو مافيا ولكن الأمر اللي يجعله الناس هو أن التكلم عن هذه المنظمة هو خطير جدا لأن شعارهم من يتكلم يموت وتم تصفية العديد من الصحفين لتكلموا على هذا الأمر والعديد من الأشخاص لحاولوا يحققوا ويفضحوا هذه المنظمة توفاو لذلك لازم تعرفوا أن هذا الفيديو واحد من أخطر الفيديوهات اللي رأينا نقوم بها أول حاجة صلوا على النبي المصطفى وخلونا تعليقات إيجابية والانتقادات تكون محترمة موكرو مافيا هو تنظيم ما عندوش فترة طويلة من الزمن وإنما بصيفة عامة كسب القوة تاو في السنوات الأخيرة بعدما اضعفت الأرباح تاو وفاقت ملايير الدولارات كل سنة موكرو مافيا معروفة بشكل كبير في أوروبا وحتى في دول شمال إفريقيا عندها العديد من الأشخاص والتنظيمات تابعة لهذا التنظيم الكبير وهو الموكرو مافيا وكل هذه الجهات وكل هذه الأشخاص يساهمون في تطوير هذا التنظيم لره يزداد قوة سنة بعد سنة وبدايات هذا التنظيم أو بداية الموكرو مافيا كان في الأحياء الشعبية الهولندية وفي أقل من 20 سنة أصبح الموكرو مافيا من أول وزعي المخدرات في قارة أوروبا فمن وراء هذا التنظيم ومن يكونون أعضاء الموكرو مافيا الأساسيين إلى آخره لازم تعرفوا أنه منذ عشرة سنوات على الأقل هناك رعب في مجال هذا مجال تجارة المخدرات والجرائم إلى آخره موجود في كل من بلجيكا أجزاء من دولة إسبانيا وخاصة في هولندا هذا الرعب مشكل من طرف الموكرو مافيا ومن أين يأتي هذا الرعب وكيف يتجسد هذا الرعب الرعب هذا هو أنه كائن العديد من جرائم القتل وتصفيات الحسابات تحدث وراء هذا العملية القتل وراء هذا الجرائم مربوط اسم الموكرو مافيا بشكل كبير ولهذا قلت لكم في بداية الفيديو أنه الكلام عن هذا التنظيم هو خطير في حد ذاته لأن العديد من الصحفيين سواء في هولندا ولا في بلجيكا قتلوا ولا تعرضوا لمحاولات اغتيال ومحاولات قتل بسبب أنهم فتحوا تحقيقات في هذا التنظيم وشعار هذا التنظيم سلوي كيبال موغا يعني من يتكلم يموت باختصار المهم بحثت في العديد من المصادر ورح نخص لكم الأمور في فيديو ورح نحاول أن يكون فيديو قصير مختصر وفيه المعلومات المفيدة مشأت هذا الموكرو مافيا في سنوات استينات في الأحياء الشعبية في هولندا وإن كان موجود عدد كبير من عائلات الهجرة المغربية وهذه العائلات كانوا يجو بصفة خاصة من الريف المغربي وكانوا يتمركزوا في مدينة أمستردام في هولندا وكانوا حتى يتمركزوا في دول أخرى كما في بلجيكا وحتى في لوكسنبول فترة استينات وإن كانت بداية الهجرة كانت فترة بعد الاستقلال وإن كانت الظروف صعبة نوعا ما في الريف المغربي هذا كالأمر اللي خل هذه العائلات يتوجهون للهجرة إلى هذا الدول الأوروبية والهجرة لهذه العائلات كانت صعبة في البداية لأنه كان هناك عدد قليل من الأشخاص اللي قبلوا يوظفوا أفراد هذه العائلات لأنه ما كانوا يتكلموا اللغة اللغة كانت صعبة وفي نفس الوقت ما كانت عندهم مؤهلات وديبلومات في المستويات التقنية باش يعطلهم مناصب شغل في شركات كبيرة لذلك معظم الأشخاص اللي كانوا يعملوا في بلجيكا ولف هولندا كانوا أشخاص عندهم حرف يدوية كانوا يتقنوها وشيئا فشيء في الأحياء هذه الهولندية انطلقت هذه العائلات في عملية التجارة المحللة والتجارة الغير ممنوعة الشرعية يعني انطلقوا في التجارة هو أمر معروف إلى يومنا هذا أنه الريافة الأشخاص اللي يأتون من الريف عندهم مهارة التجارة وتجارتهم تجارة كبيرة وواسعة وبتطور المستوى المعيشي في هذه الأحياء وإن كانوا كينين المهاجرين انطلقت عملية بيع المخدرات في البداية كانت عن طريق الأطفال وهذوك الشباب بتاع ذوك الأحياء لكانوا مختلطين كان بعض العائلات الهولندية مع العديد من العائلات المغربية وإن كان هناك عمليات لبيع الكانابيس في البداية وتطورت هذه التجارة الممنوعة شيئا فشيئا إلى أن وصلت سنوات 1970 وإن أصبحت التجارة تحسب بالكيلوغرامات يعني في البداية كانوا يبيعوا قرامات وبضعة أجزاء من الكانابيس ثم في سنوات السبعينات أصبحت التجارة تعد بالكيلوغرامات والجيل الثاني اللي بعد مرور عشرين سنة هو الجيل الذي سيقوم بثورة في هذا المجال مجال تجارة المخدرات نتذكر أسماء على سبيل المثال رضوان طاقي أو محمد شخشاخ أو حتى السعيد الرزوقي هذا الجيل ترعرع في هولندا ويعرف القوانين الهولندية ويعرف كيف تسير الأمور في هولندا وكانوا أشخاص عندهم رغبة كبيرة في الحصول على الأموال وكان عندهم الإصرار ولا يخافون من الموت وكانوا عنيفين أكثر من الأشخاص اللي كانوا يتاجروا في بداية السبعينات والستينات بالكانابي وحتى تجارة المخدرات أصبحت أكثر تنظيما وأكثر تعقيدا في هولندا كانت معروفة هذا الفترة في هولندا ببداية ظهور العصابات المتفرقة هناك عصابات مختصة في سرقة السيارات عصابات مختصة في سرقة المحلات التجارية عصابات أخرى في تجارة المخدرات كانت حياة الإجرام تصدهر في سنوات الثمانينات ثم تطورت هذه التجارة وتطورت هذه الأعمال تهاد العصابات على خطأ الكارتلز والعصابات الكولومبيين وهذا تطور هذا سيقلب الموازين في أوروبا في بدايات التسعينات كانت كولومبيا تسعى من أجل تصدير الكوكاين إلى الدول الإفريقية مثل سينيغال أو دولة غانا من أجل أنهم يوصلوا من هذا الدول الإفريقية إلى أوروبا تخيلوا معايا أن كولومبيا كانت توصل الكوكاين وتوصل الشحنات الكبيرة إلى دولة السينيغال ثم سينيغال توصل هذا الكوكاين إلى دول الساحل الإفريقي وأن يكون هناك خط تواصل واتصال بين هذه الدول ثم كان هذا الكوكاين ليدخل إلى سينيغال وغانا يتوجه إلى شمال إفريقيا ثم يدخل إلى أوروبا إلى إسبانيا إلى هولندا إيطاليا فرنسا كان يسلك نفس طريق الحشيش اللي كان يخرج من المغرب يدخل إلى إسبانيا عن طريق القوفاست وكان هناك طريق آخر على طول المحيط ليدخلون إلى هولندا من الشمال وفي هذه الفترة تطورت التجارة بشكل كبير تجارة المخدرات والكوكاين وين أصبح الأرباح يتفوقون ولا يفوقون 100 مليون دولار شهريا للتاجر الواحد ولما نتكلموا على الأموال ونتكلموا على المخدرات نتكلموا على تصفيات الحسابات وين كانت الجرائم هي الأخرى تزيد وكانت عملية القتل تزيد والأمور أصبحت فضوية أكثر وأكثر وفي بداية سنوات التسعينات الكوكاين الكولومبي اللي كان يجي في السفن العملاقة كان يوصل مباشرة إلى مدينة أنفار في بلجيكا طبيعة الحال بعد حصول علاقات قوية بين أشخاص من بلجيكا وكولومبيا تمكنوا من إيجاد طريقة لتوصيل السلعة مباشرة إلى أوروبا وهذا الفترة كانت فيها سيطرة أعضاء الموكرومافيا على فروع كثيرة في ميناء أنفار وين كانت تدخل الكوكاين الكولومبي وأصبحت هذا المحطة اللي هو الميناء تعونذار هدف رئيسي للسلعة الكولومبية وين كانت تتوصل تقريبا كل أسبوع كميات كبيرة وكيلو جرامات وأطنان من الكوكاين ومع العلم أن هذا الميناء هو الميناء رقم 15 من حيث المساحة في العالم يعني ميناء كبير بزاف فتخيلوا معايا السيعة والسلعة اللي كانت توصل إلى هذا الميناء كل أسبوع في السنة الماضية فقط أكثر من 500 سفينة وصلت إلى هذا الميناء وكل سفينة تحمل معها حوالي 10 ألاف حاوية هذه في الأيام العادية فتخيلوا معايا في سنوات تسعينات وين كانت شاحينات وكانت السفن العملاقة تأتي من كولومبيا كل أيام كل ثلاث أيام كان النقل كبير جدا وكانت كميات كبيرة من المخدرات تدخل ولا واحد كان عارف بهذا الأمر خيلوا معايا حسب تقارير موقع الف انسايد المختص في التحريات والتحقيقات الجرائم في أوروبا كان سعر الكوكاين الكولومبي يقارب حوالي 1 مليون يورو بينما إعادة بيع هذا الطن من الكوكاين المقدر سعره بمليون يورو إعادة بيعه في أوروبا تقدر ب180 مليون يورو يعني الربح اللي كانوا يدخلوها المقرو مافيا في أوروبا في طن واحد من المخدرات هو 179 مليون يورو في الطن الواحد من الكوكاين وتطورت بلجيكا في استيراد هذا المخدرات ومخدر الكوكاين إلى درجة أنها أصبحت تستهلك حوالي 90% من الكوكاين الكولومب هنا أعضاء وعناصر ورؤساء الموكرو مافيا كانوا يدخلوا أرباح كبيرة جدا وكانت هناك جرائم دائمة بين أفراد هذا العصابة وبين عناصر وأشخاص ممكن يحاولون زعزعت هذا العصابة وللتحقيق في هذا العصابة وفي وسط كل هذا العناصر وفي وسط كل هذا الأشخاص هناك شخص ليسجل اسمه في تاريخ الموكرو مافيا اللي كان عنده أصول هولندية مختلطة من أصول إفريقية اللي كان يسموه جوينيت ماختا هذا الشاب هذا ترعرع وكبر في مدينة أمستردام في هولندا وكان يلعب كرة قدم بشكل كبير وجميل جدا وكان عنده أمل أنه يصبح لاعب محترف ولكن ماختا لما وصل لسن متقدم ومدر ولا حاجة في الاحتراف كرة القدم توجهها إلى عالم الإجرام وبالتحديد إلى عالم تجارة المخدرات كاين العديد من التصريحات حول هذا الشخص كاين بعض الأشخاص يقولوا بأن هذا مارطة دخل إلى عالم الإجرام لكي ينتقم من أشخاص قاموا بقتل أحد أفراد العائلة تاو كاين أشخاص آخرين يعرفوا مارطة قالوا بأن سبب دخوله إلى عالم الإجرام وهو هدف ربح الأموال من أجل مساعدة العائلة تاو اللي كانت تعاني من الفقر وبغض النظر عن هذا وهذاك مارطة دخل اسمه في سجل المجربين اللي كانوا مرتبطين بالموكرو مافيا بعدما كان يتورط في العديد من عمليات القتل لأشخاص كانوا معادين للموكرو أو كانوا منافسين ولا أشخاص يريدون إيقاف هذا التنظيم وتحطيم تنظيم الموكرو مافيا مارطة هذا كان يقود عمليات انتقام وقتل هذا الأشخاص في سنة 2007 تم إيقاف الشخص اللي اسموه مارطة بتهمة أنه كان وراء عملية تصدير للمخدرات بكمية حوالي 18 كيلوغرام متوجهة من بلجيكا إلى إنجلترا تم الحكم عليه بحوالي 7 سنوات سجن ولكن سنة بعد دخوله إلى السجن هرب من السجن بمساعدة أحد عناصر الشرطة اللي كانوا يسيروا في هذا السجن وتوجه إلى المغرب أين اختبأ هناك لفترة من الزمن ثم بعد فترة اختفاء مارطة أصبح يذهب ويسافر ذهابا إيابا من المغرب إلى أونفغ في بلجيكا ومن أونفغ إلى هولندا كان يقوم بهذا السفريات في العديد من المرات على مدار السنة بهويات مزورة إلى آخرين في يوم 28 أكتوبر من سنة 2009 تم استجوابه من طرف أحد عناصر الشرطة خلال عملية إيقاف عادية بسبب عدم احترامه لإشارة المرور ولما تم إيقافه الشرطة يتعرف عليه وعرف بأن هذا الشخص رغم مطلوب لإعدالة وهرب من السجن تم إيقافه في بلجيكا من طرف الشرطة البلجيكية وبرغم أن ندخل إلى السجن إلا أنه من السجن كان يقوم بتسيير العديد من العمليات اللي كان مكلف بها في عصابة الموكرو مافيا في سنة 2012 انطلقت ما تسمى بحرب الموكرو كانت هناك شحنة من المخدرات مقدرة بحوالي 200 كيلو جرام من الكوكاين أتي من كولومبيا إلى الميناء المعروف ميناء أونفاق كان ينتظر في هذا الميناء فريق كولومبي من أشخاص محليين ينتظرون السفينة كان هناك فريق آخر من أمستردام من هولندا ينتظرون هاتيشو ولكن هذا المرة الهولنديين لم يكونوا لوحدهم يعني عضاء وعناصر الموكرو مافيا ما كانوش لوحدهم في الميناء بل كان هناك فريق آخر وعصابة أخرى اسمها لتغتيلز أو السلاحف كانوا حاضرين في الميناء وأصلهم هم من مدينة أونفاق يعني كبروا وترعرعوا أبناء مدينة أونفاق وسمعوا بأن الموكرو مافيا تقوم باستقبال كميات كبيرة من المخدرات في الميناء تها المنطقة اللي يعيشين فيها فأرادوا أن يأخذوا حقهم وأرادوا أن يأخذوا هذا الشحنة 200 كيلو جرام من الكوكاين وهذا الأشخاص تمكنوا من التواصل مع الشخص اللي سموه مخطأ اللي هو عنصر أساسي في الموكرو مافيا ولكن في هذا المرحلة أعطى ظهره إلى عصابة الموكرو الأسباب تبقى مجهولة وقام بالاتحاد مع عصابة تغتيل مقابل نسبة من هذا المخدرات اللي كانوا سيستقبلونها في الميناء وكانوا منسقين مع أحد عمال هذا الميناء وهذا العمال تعالى الميناء تواصلوا مع الموكرو مافيا اللي كانوا تمسكين بفرع من أفراع هذا الميناء وقالهم بأنه تم حجز كمية من المخدرات من طرف حرص الحدود وهنا الخبر كان خبر عادي وقالوا بأنه ممكن هذا الدرك الوطني يريدون فقط تذيق الخناق علينا وأمر عادي قاموا بحجز هذا المخدرات لكن مع مرور الوقت اكتشفوا بأن الأمر ليست مجرد عملية من طرف عناصر درك الوطني وحراس الحدود بل كأن هناك خلل وعطب ما في هذا القضية انطلقوا عناصر الموكرو وقاموا بقتل شخصين من عصابة طغتل وعصابة سلاحف واختطفوا شخصين آخرين ولكن قاموا بسرقة الشحنة وذهبوا بها إلى مكان بعيد واليوم عناصر عصابة السلاحف حسب المصادر يقولون بأنهم يعيشون بين دبي وأوروبا أما في هامستردام فالأمور تطورت بعدما اكتشفوا عملية الخيانة اللي كانت من طرف مارطة والاكتشاف كان من طرف عناصر الموكرو على سبيل المثال حسين أيتسوسان وأيضا بن عوف عداوي هذا الأشخاص معروفين في الموكرو مافيا وقرروا أنهم يقتلوا المحاسب بتاع مارطة ويقتلوا أيضا أحد الأصدقاء المقربين لمرطة ليسموه ناجب بوح بوح ومرطة لكي ينتقم من طرف هذا الأشخاص لقتلوله أحد الأصدقاء المقربين له أرسل ثلاثة أشخاص لكي يقومون بقتل بن عوف عداوي كان هذا بن عوف لحظة محاولة الاختيال مع شخصين وهذا الشخصين كلاهما توفي في عملية القتل بن عوف تمكن من الهروب ومع العلم أن هذا الحادثة وقعت في شوالع هولندا بدون أي غلاف والحرب هذه استمرت لفترة من الزمن وكانت هناك العديد من عملية تصفية الحسابات إطلاق مار في العديد من الأماكن بين مخطى وعناصر الموكرو مافيا اللي كانت تريد أن تنتقم منه ثم جاءت الفترة لعاود دخل مارطة مرة أخرى فيها إلى السجن بسبب عملية لبيع الكوكاين مرة أخرى كانت مربوطة بأسمه برغم أنه دخل إلى السجن مرة أخرى إلا أنه كان يسير العديد من العمليات من السجن من داخل السجن وكان يسمع أخبار عن وفيات كثيرة ومتكررة في حسابات الموكرو مافيا اللي كانت تريد أن تنتقم منه ثم تم إيقاف بعد فترة من الزمن الشخص بن عوف بعد تورطه في العديد من عمليات المحاولة الاختيال والقتل مارطة وفريق مارطة وتم إيقاف بن عوف هذا عن طريق القوات الخاصة لأولندي وخل وراءها في عملية تسيير هذه العملية للموكرو سيد حسين أيد سوسان في شهر جوليا من سنة 2013 مارطة يخرج من السجن ولا يضيع الكثير من الوقت ويضرب مرة أخرى لأحد المقربين تابن عوف ويقتل طارق الإدريسي اللي كان أحد المقربين لهذا الشخص في سنة 2014 ثم قتل شخص آخر اللي كان من مقربين هذا بن عوف اللي اسمه أليكس المهم مارطة يخرج من السجن متعطش لكي ينتقم من هذا الأشخاص لحاولوا تصفيته ومع العلم أنه في الحكاية هذه كلها هو الخائن وكان مارطة يتحصل على العديد من الأموال بسبب الكوكاين اللي كان يدخل إلى ميناء أونفير وكان يقوم بتنظيم هذا العمليات عمليات الخيانة مع العمال تا الميناء والعصابة تا أونفير اللي كانت تسير هي الأخرى هذه العمليات عن بعد وإن كان يتم حسب مارطة حجز كمية من المخدرات إلا أنه كان يأخذ نسبة كبيرة من هذا المخدرات إلا أنه نجاحات مارطة لن تستمر لوقت طويل من الزمن لأنه كان عنده شركاء وشركاءه مع الوقت أصبحوا يتخلون عنه على سبيل المثال نجيب حميش وإن كان مرتبط بمارطة في العديد من العمليات وهذا نجيب انتقل من العمل مع سامير بوي خريشان اللي حتى هو ريفي آخر يعمل من إسبانيا في عملية تجارة المخدرات وفي هذه الفترة وإن كانوا يتخلوا على مارطة زاد الضغط على هذا الأخير وأصبح في حالة خطر في سنة 2013 يوم 17 من شهر 12 شهر ديسمبر مارطة ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال في الشارع ثم بعد أشهر في 22 ماي من سنة 2014 تمت تصفية مارطة وتوفى طريقة القتل تاو كانت طريقة وحشية لأنه توفى بحوالي 80 طلقة من سلاح حربي وهو سلاح الكالاشينكوف مكان الوفاة تاو كان في مدينة أمستيلفين في هولندا وأحد الأشخاص الرؤساء في هذا العملية عملية القتل هو شخص سامير بويا خريشان اللي كان ينشط من إسبانيا ولكن برغم إبعاد مارطة عن ساحة الحرب هذه إلا أن حرب الموكرو لن تتوقف هنا بل تستمر لفترة أخرى من الزمن وكانت كل مرة هذا الحروب وهذا المعارك اللي كانت تصرى بين عناصر الموكرو مافيا كانت تتطور فيها الأسلحة بشكل كبير و بشكل ملحوظ بسبب الأموال الكبيرة اللي كانت تدخل لهذه العصابة والتنظيم من ميناء أنذاغ في بلجيكا بشكل كبير صراحة في وسط كل هذه الأسماء وهذا الحرب كان كاين أسم واحد من الأسماء الكبيرة في الموكرو اللي اسموه رضوان طاقي والفريق رضوان طاقي أيضا كان فريق مختص في تجارة المخدرات كانت عنده نسبة من أرباح الموكرو مافيا وحتى في تسلحات إلى آخره والجورناليست أو الصحفي مارتن كوك كان هو أول أشخاص اللي اكتشفوا اسم رضوان طاقي في عمليات تجارة المخدرات والجرائم من آخره اللي كانت واقعة في هولندا وكان هذا الصحفي يكتب العديد من المقالات حول رضوان طاقي في العديد من المرات ولكن رضوان لم يبقى بعيدا عن هذا الصحفي إلى أن تم قتل هذا الصحفي في 8 ديسمبر من سنة 2016 في هولندا طاقي هذا كان واحد من العناصر القوية والمسيرة للموكرو مافيا وكان ينظم العديد من عمليات القتل والعديد من عمليات تجارة المخدرات واطلق حتى واحد السلاح لسموه لوسوكات على مقر أحد وسائل الإعلام الهولندية اللي هي قناة تلفزيونية على أحسن ما أعتقد اللي اسمها بانوراما وكان هناك أيضا عمليات ومحاولة قتل العديد من الصحفيين اللي كانوا يكتبوا حول الموكرو مافيا وكانوا يتكلموا حول رضوان طاقي والعديد من الأشخاص اللي كان عندهم روابط قوية مع هذا العصابة وكانوا أشخاص أيضا مقصودين من طرف هذا عمليات القتل كالمحامين والأشخاص سياسيين إلى آخره وطاقي هذا رضوان لم يكن يعرف الخوف نهائيا بل كان متوجه بشكل كبير ومتعجرف يقتل كل شخص يقوم بمذايقته ويعتدي على أي شخص يقوم بالتكلم عنه ولا يقوم بالتركيز معه بشكل كبير بداية 2018 كانت تسجل حدث كبير وتاريخي في هولندا حيث هولندا أصبحت تعتبر واحدة من الدول العاجزة أمام تجارة المخدرات وين لم تتمكن السلطات من إيقاف هذه التجارة ورضوان طاقي في بداية هذه السنة بداية سنة 2018 أصبح أكثر مجرم مطلوب في العدالة الهولندي ليس في العدالة الهولندية فقط عفوا بل في أوروبا عزيزي المشاهدين وكانت هناك جائزة بحوالي 100 ألف يورو لأي شخص ممكن أنه يسرح ولا يؤدي بالشرطة إلى مكان تواجد رضوان طاقي اللي كان مختفي عن أنظار الشواء لكن رضوان طاقي لم يكن متواجد في هولندا فقط بل كان يسافر من بلد إلى بلد من قرى إلى قرى بطاقات هوية وجوازات سفر مزورة وكان يقوم بعمليات عملية تجميل على مستواجهه لكي يقوم بتغيير وجهه لكي لا يتم التعرف عليه كان يبحث عن الاستقرار في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة وفي هذه الفترة كان رضوان طاقي تقدر تسموه هو رئيس عصابة الموكرو مافيا وإن كان عنده عقد شراكة مع الكارتال الكولومبي كارتال دالغولفو اللي كان يتوصل معه إلى العديد من الاتفاقيات حيث أن الكارتال دالغولفو كان يوصله المخدرات إلى الكوكاين ورضوان طاقي كان يتفاعلهم الأموال في الوقت والزمان المحددان لهذه العمليات عمليات الدفع بعدما تركز تمركز في دبي كان هناك أخبار وإشاعات بأن رضوان طاقي يبحث عن توصيل المخدرات إلى دبي وتوصيل الكوكاين بصفة عادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا الأمر خلّى السلطات الإماراتية تفتح تحقيق وتعلن عن حال التأهب إلى أن تم إيقاف رضوان طاقي في 16 ديسابر من سنة 2019 في الإمارات عن طريق القوات الخاصة الإماراتية بعد إيقاف رضوان طاقي في يوم 7 من شهر فيفريم سنة 2020 تم إيقاف ذراع الأيمنة على رضوان طاقي اللي هو السعيد الرزوقي اللي كان متواجه في ميدلين في كولومبيا وإن كان يقوم بتنسيق عمليات تجارة المخدرات اللي كانت تجي من كولومبيا إلى هولندا وبرجيكا وهذا السعيد تم إيقافه من طرف الـ FBI اللي هو المكتب تحقيقات الفيدرائيلية الأمريكي ومن طرف القوات الخاصة الكولومبيا في أحد المنازل التابعة للكارتل أو المنظمة تعدى القولف والكولومبيا اللي كانت انتعب الشرطة الكولومبيا وأمريكا ومذ هذا التاريخ الشخصين رضوان طاقي وحد السعيد ينتظران الحكم النهائي لهم ولكن برغم أنه تم إيقاف أحد العناصر الأساسية والقوية في نظام الموكرومافيا اللي شفته الدم وشفته كمية العنف اللي موجودة فيها إلا أنه مازالت مستمرة هذا المنظمة ومازالت هذا العصابة تسير بخطة ثابتة والقوة على الموكروه هذه حسب المحققين وحسب المحللين هو السرعة الكبيرة في التأقل المتحة مع الأسواق التجارية المخدرات يعني بدأت انطلق كل شيء من السفر ثم الجيل الثاني جاء بقوة من أجل دخول في هذا التجارة وقاموا بتحقيق أرقام خيالية واستمرت الموكرو مسيطرة بعدما انطلقت بكميات قليلة إلى أن أصبحت اسم كبير في تجارة المخدرات في كامل دول العالم ليس في أوروبا فقط حيث أنه في السنة الماضية في يوم 27 سبتمبر من سنة 2021 الوزير الأول الهولندي تمت حمايته بشكل كبير كبير جدا لأنه تم ملاحظة أحد عناصر الموكرومافيا من طرف عناصر الشرطة والمخابرات اللي كانوا يحرصوا أو يقومون بحماية بيت هذا الوزير الأول الهولندي لأنه التعامل مع هذا العصابة هو صعب جدا ولما تكون هذا العصابة دير أمر في رأسها ستصل إليه بكل سهولة المهم باختصار هذا المنظمة وهي منظمة الموكرو هي عبارة عن مجموعة من الفرق كل فريق عنده مسؤولين وعنده أشخاص مسئيرين يقومون بالتنسيق إلى آخره ويعملوا مع بعض كأن هناك فرق منافسة لهذا الموكرومافيا تسعى لتحطيم هذا الموكرو أو خلق علاقات مع أشخاص من داخل الموكرو لكي يقومون بضرب الموكرو في الظحر وهذه هي العصابة الخطيرة للعديد من المرات تطلبوا مني أني أتكلم عليها شفتوا كمية العنف وشفتوا كمية الجرائم اللي حدثت منذ انطلاق هذه المنظمة ومنذ تزايد أعداء هذه المنظمة إلى آخره وفي الآخر مبقى لغير نقولكم شكرا لكم على المتابعة وإن كان لديك أي رأي حول هذه القضية فعلى القولي في الأسفل ونزيد نقولكم العبرة اللي شوفوها من هذا القصة هو أنه مهما كانت أموالك وأرباحك حتى وإن كانت تقدر بألاف ملايير الدولارات لأنك في الأخير لما تكون في أموال محرمة وممنوعة راح تنتهي بك الحياة سواء في السجن سواء القتل وطريقة حكايتي لهذا القصص ليس من أجل أن تمجدوا أعمال هذا الأشخاص وإنما لكي تعرفوا بأن أموال الحرام تبقى دائما أموال متعبة وأموال راح تخليك تعيش في الهناء وراح تخسر العديد من الأمور في حياتي وأشكركم مرة أخرى وأطلب منكم أن تصلوا على النبي المصطفى ونلتقي في فيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته